الجلسة الخامسة من المؤتمر الدولي حالة قاطع الاختصاصات في العلوم الموسيقية و نستضيف في هذه الجلسة جملة من المتدخلين الباحثين في ميدان العلوم الموسيقية نحن نسمي أعيشال قال لي ستقدم محادرة القادم لقد قادم الموسيقية 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 من الموسيقية عيشة قلالي هي أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للفرون والحرف بالقرصة معنا كذلك الدحف صديق الناس الغربي وهو كذلك أستاذ مساعدة بالمعهد العالي للموسيقى بتونس والذي سيد قدم بحثا أو مدخلة بعنوان الانتر دي سيبليناريتي من الميزيكولوجي إلى بسيكولوجي معنا من الرباط الأستاذ السوفيان غديرة وهو بحث العلوب الموسيقية والذي سيقدم بحث بعنوان التكامل المعرفي في الدراسات الموسيقو أدبية ثم نستضيف كذلك البحث سيف الدين معيوف وهو بحث العلوم الموسيقية في دوره وسيقدم بحثا بعنوان دور تدخل التخصصات في فهم إشكالية الإشكالية المتعلقة بآلة الجسبة الشوية برسيدها الموسيقي وإخيرا ستقدم الزميلة والأستاذة عيشة الخلفية وهي بحثة في العلوم الموسيقية في دوره وسيقدم الموسيقية في دوره وسيقدم بحث العلوم الموسيقية في دوره وسيقدم الموسيقية في دوره وسيقدم بحث العلوم الموسيقية في دوره وسيقدم الموسيقى and before I start, I'd like to thank the founder of this laboratoire research in culture, in technology and development, our cher professeur est enseignant. Prof. Mohammed Zidra Abuddin. I'd like to thank the current president of the laboratoire, Sisani Ark Beshad. Thank you to all the team of Baytel Haqqmah for us to have given us today. ومن الشمال العامية، ومن المؤسسين الأشياء الكثيرين لهم ويشاركي بأمود ومن المؤسسينة. سأعطينا اليوم للتحدث عن التحدث عن التحدث عن التحدث عن المسيقية للمسيقية للتدخلية. للتعابة. لكن لما تتعامل الانتعابة بالتعابة السميسيونة السموات السمية النبي التوارق المواطم الذي يشغب أن النبي تعال، مع العقابة الأمم على الحقيقية في تلك السميسيات ويقال العقابة التعامل الانتعابة comes to be considered as a phenomenon post-modern. háل المنظر المدرس يعني من المنظر إلى الانتظيم العديد من الأنخاص وعدات القوانات العديد من فترة عضلة الـ إحقام التالي ترجمة التشفريات التي تسمس إجلعناه على الانتظارات عبر اخريتنا التحدث برايخ خلال الاستسرسس، رولان بارث hungارت عاجل مشال فكhot لكم 정말 تارغرمتل وإن طيبة تجال التعابة من العملة حتى الجمد العديد في الانتظار والمجن والمجن لا يمكن أن يصبح الانتدفع من الانتعليم بحل الانتعليم تنسيطة لجهما كيف يدعي على قصر مرين يدعي على الانتعليم من تنسيطة لجهما يدعي دورية الانتعليم se fondent sur tous les apports des disciplines et cultivent l'autodiscipline et constituent ainsi un facteur important dans le développement de la connaissance Selon le musicologue français Jean-Claude Risset l'interdisciplinarité consiste à s'asseoir entre deux chaises Cette constatation concorde avec les propos de Roland Barf l'interdisciplinarité n'est pas du tout repos Nous pouvons donc la considérer comme l'empiètement d'un problème دعونا للمشاهدة من الانتظار، مدرسة الانتظار، سيقال مقابلين على الانتظار، ومكام التعديل من الانتظارات من الانتظار، اتبع نفس الانتظار، ومع ممتس هنالك انه من أخرى لا يمكن أن تتعلق من الانتظار، مقابلها من الانتظارات التي تتحق بمسيك وينهاقنات العامل، وستحق نفسها مع أترابت بمقدار اشخيات طريقة للتعامل بذكرة. لماذا للمسيط دعونا للمسيطة؟ لأن الذي يسوك على سبيلس العام، المهم من الأساسي والتيات التي تجلي في التحقلية على دعوية سبيل ، الذنوب على سبيل المهمة التي لا توجه المجتمع في أي شيء الحسن. عندماحدث عن عملية المستخدمية من المجتخدم المسيحين هل تخطبق نظام عن الهذاب السبيل أو المجتخدم الداخلية؟ موسيقى 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 نتجيس لا يستطيع هذه اليسرية محلقة بقية . انا يمكن أن نقول أن هذه المسيكولوجيا على ندرق هذه الحادثية وشهدية تتنظر محلقة والأسفلية تحديثات محلقة وتنظر مع الآن جديد نتحدث عن مدرق ومع وضع نتجيس من حدثة هذه المسيكولوجيا وهذه المسيكولوجيا بين يومييك الأرقادة والموسيقى الآن ، تسلع المسيح الجدورية المسيح الأعداد ويحصل إلى الإرسالة الكريمة وفي هذه التغيرية أكثر من مدى وفترة بالأسلحة اللقاء والذيذي المسيح لتخول البيض المسيح الأمريكي أن نفعل إذن أخبارات الأسلحة للتعابة ومسيح المسيح المسيح التي تتحسين من المسيح ت挑ندية النبود بشدة طاقة علاقة تفرير من اللعبات في إستمرارات الفقيقة في تعرفون نفخصي الموسيقي في جميع الأمور تسموه في دون شكرا أثن أيضا دون نحن نهايت تقانية باسترنا التصوراتミ artists بخير متأكسج التعبير مع كله الموسيقية وكله موسيقية ومسيقية الموسيقية والموسيقية. L'interdisciplinarité en musicologie a ainsi donné naissance à d'autres disciplines hybrides qui ont fini par s'autonomiser. L'ethnomusicologie en est le meilleur exemple. Partons du principe que le fait musical est un fait culturel et que la musicologie interdisciplinaire post-moderne ne doit exclure aucun genre musical, l'ethnomusicologie a passé de l'étude des musiques de l'autre à l'étude scientifique du fait musical dans son processus culturel. نتيح affirme à cet égard qu'il n'y a plus de limites aux types de musiques qui peuvent faire l'objet d'une investigation musicologique Depuis la deuxième moitié du XXe siècle l'ethnomusicologie, auparavant nommée musicologie comparée a apporté plus d'intérêt non seulement à des musiques délaissées par la musicologie mais aussi à toutes les cultures musicales à travers les différentes méthodes d'investigation qu'offrent l'ethnologie, l'anthropologie, la sémiologie et la musicologie évidemment Raman Pellisky parle d'une ethnomusicologie rapatriée ou auto-ethnomusicologie qui a pour objet la culture musicale du chercheur occidental qui est le pire entre le jeu et l'autre Musicologie comparée, anthropologie de la musique, puis ethnomusicologie Cette discipline musicologique et en même temps anthropologique a connu un grand développement dans les années 60 et 70 du XXe siècle avec surtout l'anthropologue américain Alan Meriam qui considère que l'ethnomusicologie doit être définie comme d'étude de la musique dans la culture et Jacques Blacking qui pour lui, l'analyse formelle de la musique doit commencer par l'analyse de son contexte culturel Pour conclure, on peut dire qu'à l'ère post-moderne, l'interdisciplinarité a donné de nouvelles perspectives à la musicologie dont le fruit était l'émergence de plusieurs disciplines musicologiques à savoir l'ethnomusicologie qui a permis aux musicologues d'approfondir leur connaissance du fait musical comme porteurs de culture et d'identité et les a incités à diversifier leurs sources de recherche voire leur méthode de travail Cela a donné un discours ethnomusicologique fluriel et polyphonique Merci de votre attention Merci beaucoup chère Aïcha pour cette communication pertinente qui se situe au cours même de notre thématique générale de ce colloque Alors la musicologie entre l'unanimité du discours et l'interdisciplinarité Là vous avez évoqué plusieurs notions, plusieurs concepts Vous avez fait référence à de nombreux chercheurs éminents dans le domaine de la musicologie Vous avez également présenté une sorte de panorama plutôt historique par rapport à l'éclosion de l'interdisciplinarité en musicologie en commençant par ses débuts la fin du 19e je pense et le début du 20e siècle là où la musicologie a été réellement et c'est tout à fait vrai que la musicologie pendant cette époque là elle s'est concentrée fortement et spécialement sur tout ce qui relève de l'histoire et elle s'est évidemment penchée sur la musique strictement occidentale Alors vous avez également évoqué le concept de l'ouverture sur d'autres disciplines le glissement épistémologique la musicologie d'hier et d'aujourd'hui une question de rapport, d'interaction mais aussi cette rupture entre la musicologie d'hier et d'aujourd'hui qui a causé une sorte de... quelque chose d'hybride, soi-disant C'était Marcel Moss qui a causé vraiment un détournement un réel détournement dans la musicologie moderne, post-moderne et je vous remercie infiniment je passe tout de suite je donne donc la parole au deuxième intervenant de cette séance alors si Anas allez donc si Anas, vous avez la parole et vous avez 15 minutes pour présenter votre communication Merci Monsieur le Président donc je tiens tout d'abord à remercier M. Samir Bechah et notre ami et collègue W. El Samoud pour leur invitation à participer à ce colloque international les croisements multidisciplinaires en musicologie à part, enjeux et limites cette intervention s'intéresse à l'étude des croisements et des interactions entre la musicologie et la psychologie développement la musicologie est une discipline qui a pour objet l'étude de tout ce qui relève de la musique ainsi que l'histoire de la musique en prenant en considération les rapports de la musique avec les autres branches scientifiques et artistiques à partir de la deuxième moitié du 20e siècle les musicologues placent leurs disciplines au cœur des sciences humaines et ont choisi de s'ouvrir à d'autres disciplines scientifiques afin d'instaurer des musicologies multidisciplinaires ils ont eu tendance à s'adresser par exemple aux psychologues pour trouver des explications sur le développement musical chez l'enfant le parcours évolutif de la musicologie moderne revêt l'avantage de coopérer et exercer son influence sur le développement des capacités transversales appartenant au domaine des sciences humaines la musicologie forme un champ d'investigation assez riche qui peut se trouver au croisement avec la psychologie il nous paraît que la musicologie et la psychologie sont deux disciplines indépendantes qui ne se croisent jamais néanmoins une réflexion plus approfondie nous accorde la possibilité de trouver certaines combinaisons entre ces deux disciplines le concept d'interdisciplinarité consiste sur une organisation de disciplines cloisonnées il s'agit de mettre en place des interactions entre les disciplines afin de traiter un sujet notre objectif est d'aborder certaines études liées à l'interdisciplinarité entre la psychologie et la psychologie les recherches accomplies en ce sens ont permis non seulement de présenter la part de la psychologie dans la recherche psychologique notre intérêt est d'identifier les rapprochements qui pourraient être présents entre ces deux disciplines la psychologie est une discipline des sciences humaines qui se définit comme l'étude des sentiments et des comportements de l'être humain elle occupe une position intermédiaire entre les sciences biologiques et sociales elle étudie également les grandes fonctions physiologiques de l'être humain comme la mémoire la perception l'intérêt l'intelligence l'attention et le langage elle s'intéresse aussi aux manières d'écouter de sentir et de s'exprimer qui caractérise chaque personne l'interdisciplinarité permet de favoriser la cohésion entre la musicologie et la psychologie cela implique et facilite davantage les chercheurs à mieux aborder les sujets les notions sont assimilées plus facilement aussi bien par les musicologues que par les psychologues de plus l'interdisciplinarité permet d'établir des approches et des liens entre ces deux disciplines elle permet aux musicologues d'acquérir les données psychologiques et lui rend capable de les traiter et les adapter au domaine musical de même le psychologue permet d'avoir accès à comprendre les mécanismes mentaux et élucider les processus expérimentaux lors de l'écoute ou l'exécution d'une oeuvre musicale le croisement des études dans ces deux disciplines a donné naissance plusieurs domaines de recherche tels que la psychologie de la musique la psychologie du développement musical la psychanalyse de la musique la neuropsychologie de la musique la musicothérapie et la psychologie de l'éducation musicale nous allons nous intéresser principalement au domaine de la psychologie du développement musical la psychologie de la musique est une discipline qui est formée évolué essentiellement de l'affection des psychologues à la musique les chercheurs dans le domaine de la psychologie de la musique s'intéressent en premier lieu aux interactions dynamiques entre les représentations sociales et culturelles de la musique et le mental de l'individu la psychologie cognitive de la musique consiste à l'étude des règles de la représentation mentale chez l'auditeur historiquement les premières recherches en psychologie de la musique en france débute depuis la fin du 19e siècle et durant la première moitié du 20e siècle avec des psychologues comme alfred binet henry pierron maurice je vais paul fraisse robert frances allait arlette zénati michelin berti etc la psychologie du développement musical est un domaine qui s'intéresse à l'étude descriptive explicative du développement du du sens musical de l'enfant au cours du temps ainsi que l'étude des facteurs qui contribuent à l'évolution des compétences musicales en prenant en considération l'influence de l'environnement social quels sont les mécanismes mis en jeu qui permettent à l'enfant d'acquérir des compétences musicales comment les capacités musicales se développent chez l'enfant les chercheurs en psychologie de développement se sont engagés à répondre à ces questions entre en cherchant à expliquer certaines caractéristiques de base des compétences musicales afin de permettre aux musiciens de trouver des solutions à certains de leurs problèmes depuis le début du 20e siècle certains psychologues du développement tels que zénati swanmik et ilman slobodda amberti algeviz mia larry wilmer and zilaf zürger et d'autres ont indiqué deux grandes théories qui ont contribué à l'évolution des recherches sur le développement de la musique et du langage chez l'enfant en occident l'une des deux théories appartient au psychologue suisse jean piagé et l'autre au psychologue russe lève bigotsky pour piagé l'intelligence est une fonction qui assure l'adaptation de l'individu à son environnement l'intelligence et c'était et cet état d'équilibré vers lequel tendent toutes les adaptations successives d'autres sensorie moteur et cognitif ainsi que tous les échanges assimilateurs et accommodateurs entre l'organisme et le milieu incitation en revanche piagé étudier l'évolution des conduites intelligentes de l'enfant sous forme de stade distinct pour comprendre le développement des connaissances la théorie socio contre constructiviste de piagé a été considérée comme l'origine de l'évolution de plusieurs idées fondamentales dans l'étude du développement du sens musical au début du 20e siècle le modèle du développement cognitif de piagé a contribué à enrichir les travaux de recherche sur le développement du sens musicale chez l'enfant plusieurs recherches comme zenati sloboda seraphine or gives sont influencés par la théorie piagé sienne dans le domaine du développement cognitif en prenant cette théorie comme référence chacun de ces chercheurs a offert un modèle de développement scientifique en donnant une proposition de stade de développement de développement qui convient avec son approche théorique afin de les adapter à l'étude de l'évolution des compétences musicales de l'enfant par les zenati et parmi les premiers qui ont dirigé plusieurs recherches en psychologie de la musique et qui ont commencé à guider plusieurs études sur la genèse de l'intelligence musicale et sur le développement musical chez l'enfant ainsi elle a travaillé sur le développement génétique ou encore sur la genèse de la perception musicale chez l'enfant depuis depuis l'âge de cinq ans et demi jusqu'à l'âge de 16 ans en faisant la distinction entre les sons à travers leurs paramètres c'est-à-dire intensité hauteur timbre et durée deux auteurs nommés swanwick et tilman ont proposé une théorie de développement musical spécifique qui recouvre l'ensemble de l'enfance de la naissance à l'âge adulte ce modèle du développement musical est en forme de spirale inspirée de la théorie du jeu enfin enfin d'un depuis âgé chaque niveau du développement musical est caractérisé par un type particulier d'activité dans lequel l'enfant passe d'une expérience individualisée et personnelle vers des formes plus socialisées et plus schématique en citation je la confirme que cette théorie est un modèle de psychologique génétique de la musique a proposé un modèle de développement musical propre à lui il a favorisé l'utilisation du terme phase au lieu du stade d'ailleurs les phases proposées dans son modèle sont largement inspirées des stades de piagé arrive pour objectif de ne pas fournir une théorie explicative de développement musical mais de donner un exposé assez général et descriptif du développement du sens musical il se consacre à l'étude psychologique du développement musical dans le contexte social culturel et pédagogique il présente deux modèles de développement musical l'un appelé normatif pour celui de l'enfant tout venant et l'autre expert pour celui qui reçoit une formation musicale de haut niveau une deuxième influence par les travaux de wikowski qui consiste à démontrer la peur du langage dans le le développement de l'intelligence et la pensée de l'individu le concept de développement est considéré comme la conséquence des interactions entre l'être humain et l'environnement socio-culturel les travaux de wikowski sur le développement du langage ont inspiré des chercheurs tels que brunner et broncard brunner met en évidence la peur de la culture dans la formation du langage ainsi sur dans le le développement cognitif de l'être humain bruncard a proposé également une approche du développement musical selon la perspective wikowski en il considère une certaine éducation musicale donne un apport positif au développement cognitif affectif et émotionnel de l'être humain les travaux en psychologie du développement musical en occident s'intéressent principalement à chercher les facteurs qui permettent d'établir un pronostic de réussite dans les études musicales nous citons à ce propos les travaux de sloboda et davidson miallare tchis tjakova et manteau manteau sauzka en revanche nous trouvons certaines recherches qui s'intéressent au développement de la perception musicale chez l'enfant dans la culture musicale arabe ce de becha lény et notre collègue oulim jmal ainsi qu'au développement des compétences musicales chez l'enfant tunisien d'ailleurs il existe deux articles intéressants publiés dans l'approche de l'interdisciplinarité entre la musicologie et la psychologie d'orim jmal intitulé est ce que la psychologie peut apporter une nouvelle inspiration à la de la musicologie tunisienne cet article est paru en 2007 et autre est le deuxième article la réflexion psychologique en musicologie paru en cet upm en 2020 malgré une longue tradition de recherche qui remonte au début du 20e siècle la psychologie de la musique reste un domaine méconnu tant des psychologues que des musiciens à travers notre intervention nous avons essayé de présenter l'apport de la psychologie de le mental à la musicologie dans une approche interdisciplinaire que nous rend capable d'expliquer les différences individuelles des aptitudes et des compétences musicales le croisement de ces deux disciplines contribue à déterminer les facteurs qui stimulent les enfants à atteindre un haut niveau de performance musicale merci pour votre ascension merci beaucoup merci pour votre communication fort intéressante et est très profonde rapport au domaine de la psychologie générale et de la psychologie de l'enfant c'est c'est un domaine très intéressant et non encore suffisamment élaboré je pense pourtant il y en a des références et dont tu as fait tu les as évoquées d'ailleurs michel amberti piagé zénati sloboda oui sur la psychocognition des de la musique notamment notre cher qui est qui nous a apporté une plusieurs plusieurs recherches penchées sur la psychologie je la remercie aussi alors cns vous avez vous avez proposé une approche innovante participative là où vous vous disiez que l'interdisciplinarité a permis justement l'échange une interaction entre entre la psychologie et la donc votre votre entretien et s'est articulé autour de la rencontre entre la musicologie et la psychologie et et on est prioritairement sur le développement musical chez l'enfant alors vous stipulez que la psychologie de la musique reste un domaine encore méconnu tant des psychologues que des musiciens vous avez posé aussi l'interaction l'interrogation de la construction des aptitudes musicales et instrumentales de l'enfant pendant pendant son parcours de formation au conservatoire je pense voilà et de tenter de comprendre si on veut dire quels sont plutôt les facteurs qui peuvent contribuer au développement et de ces de ces de ces compétences voilà donc je vous remercie pour votre communication et pour votre approche qui s'inscrit également dans pleinement dans le champ de l'interdisciplinarité voilà donc je je vais céder la parole à notre ami et collègue monsieur Sophie Anne de Gdira m'rabe bique et c'est Sophie Anne c'est qui est avec celui-ci m'a 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 أستاذ وأخذ لك الكلمة لك 15 دقيقة لتتفضل بتقديم مدخلتك شكرا جزيلا فقط أسألكم هل تسمعونني الآن نسمعونني نسمعون فيك سوفيان شكرا جزيلا إذن بلهجة المحبة والود والتقدير أشكركم جزيلا وأشكر أصدقائي وزملائي في دولة تونس الشقيقة طبعا الحال عنونت مداخلتي بالتكامل المعرفي في الدراسات الموسيقو أدبية الدراسات الموسيقو أدبية هي مجال جديد بالنسبة للوطن العربي وهي فرع من الدراسات الأدبية المقارنة تعناه بدراسة العلاقة بين الأدب والموسيقى ويصطلح عليها في المجال الغربي باللزاتيود ميزيكولي تغاغ أو الدراسات الموسيقو أدبية كترجمة عربية أو كتعريب عربي له وكما هو معلوم عند الكثير من دارسي الأدب المقارن أن العلاقة بين الأدب والفنون والأدب والموسيقى بخاصة وجدت مكانها ومركزيتها ضمن الإبدال المفهومي الذي اقترحه الأمريكيون عوضا عن المدرسة الفرنسية التي قعدت مفهومها للأدب المقارن على أساس التأثر والتأثير لقد نشأت دراسات الموسيقو أدبية في ظل عوامل متعددة لملمت أطراف موضوع البحث في العلاقة بين هذين الفنين التعبيريين من مشارب عدة قاربت هذه العلاقة من زوايا مختلفة ولذلك فالمقارن يمتح من كل الجهات الحدود الممكنة من أجل إغناء منظوره الذي يرمي البحث في أوجه الائتلاف والاختلاف بين الأدب والموسيقى عبر التكامل المعرفي إن العلائقة بين الأدب والموسيقى تباشرها الكثير من المجالات المعرفية المتعددة كعلم الجمال أو الجماليات العامة الذي قدم إرتن قرائيا مهما في هذه العلاقة والموسيقولوجيا والنقد الأدبي واللسانيات والسميائيات والصوتيات وغيرها لكن يأتي هنا الأذب المقارن معلنا خلفيته على مستويات شتى مستفيدا من كل المقاربات جاعلا لنفسه كونا مميزا يحقق به هويته إن دراسة مظاهر الزواج الأصيل العتيقي بين هذين الفنين كانت نتيجة حتمية لتماهي قديم حاضر متواصل إذ بهذا لا يمكن أن نؤرخ لمجال الدراسات الموسيقى أدبية دون أن نقف عند العلاقات الموسيقى أدبية التي لو لاها لما كانت هناك مقارنة سنرجع الكلام المفصلة عند التاريخ الممتد للعلاقات الرابطة بين الموسيقى والأدب إلى حديث آخر نظرا لشساعة الظاهرة وضيق الوقت والمقام وضيق الوقت والمقام لكن يمكن أن نقر هنا بكل ارتياح بالتداخل التام بينهما في العصور القديمة والوسطى كان هناك تداخل بين الأدب والموسيقى وسوف ينفصلان تدريجيا مع الحداتة حيث لم تعود القصيدة بالضرورة تغنى وحيث العلاقات بين الشاعر والموسيقى تكون عن طيب خاطئ وهو انفصال استمر في الزيادة وكلما ازداد الفصل إلا وأحس المقارنون والمهتمون عموما بالحاجة إلى النظر في طبيعة العلاقة بين الموسيقى والأدب التكامل المعرفي ما معنى التكامل المعرفي؟ وهل تسمح لنا خصيصات هذا التكامل في التجوال الحري بين الفنون والمعرف؟ وما صلات هذا المفهوم بالأدب المقارني أو المقارني عموما والدراسات الموسيقى أدبية على وجه التعييي؟ التكامل المعرفي ومصطلح مركب يشي بانسجام خلاق يتم بين مجالين معرفيين أو أكثر خدمة لموضوع معرفي معين ومن السادج هنا اعتبار هذه العملية قاعدة ومسلمة يحق اعتمادها في كل المقامات والمواضح بل إنها تفتح إشكالات معرفية عديدة وربما مضاعفة نظرا للعوائق الظاخلية التي قد يعيشها كل فضاء اشتغال معرفي على حدة إذ يمكن أن يكون التكامل المعرفي هنا مصرح تناقض بين مجالات معرفية قد تظهر منسجمة وهذا يعد عائقا أمام وضوح القاعدة الإبسيمولوجية التي تشكل أساس المجال الذي يتم على بساطه هذا التكامل ومن هنا لا نسلم بسماحة فهم التكامل في المعرفة أو تعدد التخصصات أو تداخل التخصصات رغم أنني أحبّد في هذا السياق المصطلح الأول مصطلح التكامل المعرفي لقد انطرحت مسألة تكامل المعارف والفنون في السياق الإبدالي المفهومي الذي جاءت به المدرسة الأمريكية في الأدب المقارن كبديل عن طرح الفرنسي الذي يعرف الأدب المقارن بأنه دراسة لعلاقات الأسباب بالمسبت بات إن الأدب المقارن حسب المدرسة الأمريكية هو نظرية أدبية بينية تربط الأدب بجذوره التعبيرية كالمصرح والسينما والرسم والموسيقى كما تربطه بالعلوم كالفلسفة وعلم النفسي وعلم الاجتماعي والفيزيائي وغيره إدواز هذه البينية الفنية أو ما يمكن تسميته بالتكامل الفني تكامل آخر علمي ينظر في العلاقات لكننا نردد مع الأستاذ سعيد علوش قوله لسنا ندري هل من حظ الدرس المقارن أن يتداخل مع باقي الدروس الموازية والمتقاطعة معه أم أن هذا التداخل يمثل سوء حظ يمنعه من إعلان استقلاليته ويجعله خاضعا لأدواته المنهجية باستمرار إلى علوم خارج عن اختصاصه فهو يتزود منها وبمقدار ما يتزود بمقدار ما يعلن تفوقه ويضيف علوش قائلا والحق أن هذه الحالة التي تعترض الدرس المقارن ليست نشازا أو استثناء يمسه وحده بل إن الأدب الذي يعمل الدرس المقارن في إطاره يكاد لا يستقل بدوره عن نظرية المعرفة واللسانيات والأنتروبولوجيا والسيكولوجيا فلا ذاعي لإقامة جدارات وهمية بين الاختصاصات بل ما يمكن أن يثير الاستفهام هو مدى الاستعاب الذي يصبح معه الدرس درسا مقارنا لا خليطا من الملسقات التي تفقده عضويتها وبهذا يكون التكامل المعرفي في الدراسات الموسيقى أدبية التي يفرع من الدراسات المقارنة حسب المفهوم الأمريكي حقيقة قائمة يفرضها الواقع البيني الرابط بين كل من الموسيقى والأذب من جهة والمعطى التاريخي والمعرفي من جهة أخرى وبيان ذلك أن كل منهما يكتنز عناصر الآخر وهذا التداخل له تاريخ طويل يبدأ منذ نشأة هذين التعبيرين التعبير الأذبي والتعبير الموسيقي إلى اليوم ولقد تجلى أيضا تكامل المعرفي في شخصية الفنانين القذمائي منهم والمحدثين موسيقيين كانوا أم أدباء الأدباء الموسيقيون هم كثر في الترات العربي وأيضا حتى في الفطرة الحديثة والأدباء الموسيقيون هم أيضا بل أغلبهم الأضافة إلى كل هذا علوما ومعارف أخرى متعددة لا يمكن أن نذهل عنها ونحن ندرسهم ونحلل شخصياتهم من كل هذا يجد المقارن أرضية خصبة لإقامة مقارباته البينية في تخوم معارف مساندة من أجل الوقوف على صور ووجوه العلاقة الرابطة بين كل من الأدب والموسيقى الدراسات الموسيقى الأدبية واسمحوا لي أن أبسط على مسامعكم نبدأ طاريخيا عن هذا المجال لكونه غير موجود في الوطن العربي ولهذه الندوة الدولية قصبوا السبق في طرح هذا المجال كفضاء الشغال ينتمي إلى الأدب المقارن وإلا فهناك كتابات دروس العلاقة بين الأدب والموسيقى ولكن لا تعلن انتسابها إلى فضاء الشغال المقارن وهذا هو الجديد في المشروع المقارن أو المشروع النقدين الذي أقدمه بين أيديكم في القرر العشرين كانت تنتمي عفواً قبل القرر العشرين كانت تنتمي دراسة العلاقة بين الموسيقى والأدب إلى مجال الجماليات العامة ولكن سوف تتطور كثيراً مع إتيان سوريو في كتابه تقابل الفنون ومع كالفن براون الذي نقل هذا المجال المعرفي إلى حضرة الأدب المقارن ولذلك فكالفن براون هو الأب الروحي لهذا المجال من الدراسات حسب تعبير وينشتاين ثم هناك بولس شير وسوف تعترف المدرسة الفرنسية في جيلها الثالث بالمفهوم الأمريكي ومن ثم سوف نجد الكثير من المقارنين يهتمون بدراسة العلاقة بين الأدب والموسيقى أمثال جون لويس كيبيرس الذي بحث في الشعرية وعلاقتها بالمجال الموسيقى الأدبي وله كتاب الموسيقى والأدب محاولة في الشعرية المقارنة وأيضا بير برينال الذي كتب كتاب الأربيجيو المؤلفة الموسيقى والأدب وأيضا فرانسيس كلادون وليون غيشارد واندري وايس على العموم هذا المجال يمتح من كل المقاربات كما قلنا كالجماليات العامة حيث كانت دراسة تقاطعات الموسيقى والأدب تنضوي أساسا تحت هذا المجال ووفضاء الشغال من مجالات الفلسفة يعنى بالنظر في قضايا الفن والجمال عموما إذ نظرت الفلسفة إلى الجمال ضمن محور الأخلاق فبلورت حوله رؤى وتأملات منذ القديم مساهمة في الإشعار بالحاجة إلى استقلالية هذا العلم ضمن الحقل الفلسفي وده كما كان في النصف الأخير من القرن الثامن عشر وقد وضح ذلك الفيلسوف الألماني بومغارتن وحدد موضوعه في تلك الدراسات التي تدور حول منطق الشعور والخيال الفني وهو منطلق يختلف كل الاختلاف عن منطق العلمي والتفكير العقلي يتم علم الجمالي بأسئلة القيم والحكم الجمالي والإحساس بالجمال والخيال والخبرة وغيرها من القضايا التي يشج الفكر الفلسفي في أتونها بين كل الفنون محاولا أن يبحث في عناصرها المشتركة بظل ما يميز كل واحد منها وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى مبحث أساسي ومركزي وهو من فهم الجماليات المقارنة فهي أيضا تعنى بدراسة تهتم مباشرة بشكل مباشر تباشر دراسة العلاقة بين الفنون هناك أيضا علم اللسانيات اللسانيات يهتم بالعلاقة بين الأدب والموسيقى في مثلا كتاب نيكولا رويت وظائف الكلمة في الموسيقى الصوتية فنكسيون دي la parole دون la موسيقى وقال أستاذ حسوفين عذرنا على المقاطعة دقيقتين لتكمل يعني المحاضرتك شكرا شكرا على العموم هناك مجال اللسانيات هناك مجال الموسيقولوجيا وهناك مجال النقد الأدبي كلها مجالات درس العلاقة بين الأدبي والموسيقى ولكن أنتم تعرفون كيف أنه هناك يعني تكامل معرفي أو تعدد تخصصات مثلا في البحث الموسيقولوجي وعندما نرفض البحث الموسيقولوجي إلى حضيرة الدراسات الأدبية المقارنة فهو يأتي حمالا بكل هذه التخصصات التي يجب أن تتضافر مع تكامل معرفي في مجال آخر وبالتالي يقع هناك اشتباك وأحيانا تناقض مضاعف داخل الأدب المقارن وأيضا تناقض داخل البحث الموسيقولوجي أو النقد الأدبي أو اللسانيات أو ما شئت وبالتالي سوف أقدم لكم الورقة فيها نوع من تماثل المعرفي الذي يمكن أن يخلقه هذا التكامل ضمن الأدب المقارنة على الأموم لكي أخرج أختم نختم عفوا إن دراسة العلاقة بين الأدب والموسيقى هي مادة مشتركة بين حقول معرفية متعددة يسعى المقارن إلى تتبعها من أجل الوقوف على حدود التقاطع الذي يشغله وبالتالي فهو ينخرط في قراءة وضاءات كثيرة وغنية من الاشتغال الحاجة اليوم ماسة إلى تأسيس كيان مقارن للدراسات الموسيقى الأدبية في الوطن العربي وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بوضع بنية مؤسسية وأيضا العمل المعرفي الدؤوب عبر البحوث العلمية والترجمة التي من شأنها أن تقيم أود هذا المجال فهذا المجال يكاد يكون شبه منعدم عندنا نحن العرب وحتى إذا ألفين دراسات وأبحاث في العلاقة بين الأدب والموسيقى فهي تقع في تيهي الانتساب المعرفي وحتى إن بعض الفصول والمباحث التي تصلنا من خلال الترجمات بعض الكتب لا تكاد تشفي الغليل لأنها تنبش في قضايا معينة تأتي في السياق العام للأدب المقارن قضية توطين هذا المجال سوف تواجهها عوائق متعددة منها عائق البحث الموسيقولوجي في العالم العربي الذي لا زال اليوم في مرحلته الجنينية أمام مرحلة الجنينية أمام البحث الأدبي أو النقد الأدبي الذي حققت راكما كبيرا حول الظاهرة الأدبية وبالتالي سوف نجد أن هناك عدم تكافؤ بين المجالات المعرفية التي من شأنها أن تتكامل خدمة للدراسات الموسيقوأدبية لا أطيل عليكم أكتفل فيها والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة الله شكرا شكرا أصديق والزميل سوفيان غديرة في هذه المداخلة الشيقة والثيرية في علاقة أو في طرحك لعلاقة الموسيقى بالأدب حيث أكد أننا أمام سيل من المقاربات في هذه الجدلية بين الموسيقى والأدب وهذه الجدلية تكمن في عدة مستويات وتعتبر أن معينة هذه البنية البنية تتطلب استقصاء عدة زوايا نظر وتفرض بالتالي وفي الآن نفسه حدودا وعوائق لمدة من ذكرها ومحاولة تفكيكها وتجاوزها تعرضت إلى كل المعطيات التاريخية التي التي مرت في من منطلق هذا الترح في علاقة الموسيقى والأدب ذكرت أن أن هذه التروحات التسقت في بدايتها بعلم الجماليات العامة كما قلت ثم بدأت يعني تتخصص وتتحدد أكثر فأكثر من خلال أعمال عدة باحثين في هذا المجال كبراون ولويس كوبراس وبيير بورنار واندري ووكس جو بونس إذن ذكرت يعني ركزت على معطى وهو التكامل المعرفي الانتغراتي ونظريات المعرفة في علاقة بالليسانيات وبالفلسفة هذا كله شيء يعني هام وهام جدا وانطلاقاتك النقدية مهمة وتطرح أسئلة تبقى إلى يومنا هذا يعني مفتوحة للبحث والتحقيق شكرا مرة أخرى على يعني هذه المداخلة و أشكروك وإذن جو پاس مرسي بوكو جو پاس پور لا كوميكاسيون سويفانت صديقنا الأستاذ سيف الدين معيوف وهو باحث في الموسيقى والعلوم الموسيقية وحيث سيقدم بحث أو مداخلة بعنوان دور تدخل التخصصات في فهم الإشكاليات المتعلقة بقالة الجسبة الشوية ورصيدها الموسيقي لك الكلمة السيف و لك خمساشن دقيقة لتقدم بحثك شكرا في البداية أشكر كل سهرين على تنظيم هذا المنطقة العلمي ستكون مداخلتنا بعنوان دور تدخل التخصصات في فهم الإشكاليات المتعلقة بإيجاد الجسبة الشوية ورصيدها الموسيقي إذا استمعنا إلى آلة الجسبة الشوية لندخل في الموضوع مباشرة إذن تخطيط المداخلة هو كالآتي المقدمة ثم الجانب الأنتروبولوجي في البحث ثم الجانب الأورغانولوجي والجانب التكنولوجي والأكوسيكي ثم الخاتمة تمثل هذه المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر فرصة للتعريف بآلة الجسبة الشوية وخصوصياتها الموسيقية كما تساهم في تسليط على شمولية البحث الموسيقي حيث تبرز دورة عدد الاختصاصات في مزيد تعميق في حمين الأشكاليات الموسيقية ونظرا لطبيعة التكوين المرتكز أساسا على عصف الألات الموسيق الهوائية مثل الساكسفون والناي والكولا وتلازما مع أول عملية بحث ميداني كنا نبحث فيها عن فهم طريقة التنافس الدائر للألات الهوائية التقليدية اكتشفنا التلجسبة أنجزنا في مرحلة لاحقة رسالة ماجستر تعنا بتقنية تعزف هذه الآلة في منطقة الكاف ونظرا لتعدد الإشكاليات المتعلقة بهذه الآلة قررنا مواصلة البحث في هذا المجال ومحاولة المام قدر الإمكان بكل ما يتعلق بهذه الآلة حيث خصصنا أطروح الدكتورات تعنا بمختلف خصوصياتها من بين أهم الصعوبات المتعلقة بالبحث في خصوصيات آلة الجاس بشوية غياب الكتب والبحث المعام التي تناولتها بالدرس حيث لا آثار فعل للمعلومات يمكن أن تساعدنا في فهم الإشكاليات المتعلقة بها والتي تشمل حصر رصيدها الموسيقي ومجال انتشارها وتقنية عصفها وثراء جرسها وتنوع سلالمها الموسيقية لحل كل هذه الإشكاليات وجب علينا الالتجاء إلى كل الاختصاصات التي من شأنها مساعدتنا على فهم خصوصيات هذا الموضوع سنعرض في هذه المداخلة المراحل التي اتبعناها عند قيامنا ببحث موسيقي ميداني حول آلة الجاسبة الشاوية وسنبين دور عدد الاختصاصات العلمية في فهم مميزات هذه الآلة بالنسبة لجانب الأنتروبولوجي في هذا البحث أن تفكير في بحث موسيقي يعنى بموسيقى تقليدية محلية خاصة بثقافة مغايرة لثقافة البحث الموسيقي هو بمثابة مغامرة تتطلب لاستعداد الفحلي المادي والمعنوي لخوض بحث ميداني شاق في المناطق المراد دراستها حيث يقول أن البحث في المجال الاتنوموسيقولوجيا في مجال الاتنوموسيقولوجيا يدرس الموسيقى التقاليد الشفوية التي غالبا ما يتعين المخبرون وفننوا الأداء فمن المستوجب على البحث زيارة جل المناطق التي تمارس النوع الموسيقي المدروس ومرافقة عزفية تلك المناطق لفترة زمنية قزموا حاولة تفهم خصوصية ثقافتهم الموسيقية وإرثهم الاجتماعي ولغاتهم وملاحظة طرق وطرعازهم وغنائهم وهنا يجد البحث الموسيقي نفسه في وضعية البحث الانتربولوجي الذي يتقص المعلومة من الميدان حيث يقول سمير بيشا في هذا الإطار يمعين باحث انتربولوجيا الموسيقى النظر في الكثير من الجزئيات منها طريقة العزف وطريقة الجلوس وطريقة التعامل مع الفضاء السمعي إلى جنب دراس الجرس السمعي للآلات الموسيقية المستعملة وطريقة صنعية ومقاصاتها ولفهم جل الموضع المتعلقة بآلت القصب ويواجب علينا الاتجاه مباشرة إلى المكان الذي من الممكن أن نجد فيه أول مثبيرين ومؤدين محتلفين لهذا النوع الموسيقي فكانت مدينة الكاف وجهتنا من هذه المدينة بدأت الرحلة الانتربولوجية التي استغرقت سبع سنوات من البحث الميداني المعمق حيث كان هاجسنا هو جمع كل معلومات المتعلقة بالآلة وطريقة صنعها وتقنية عزفها وأسماء أبرز مغني هذا النمط الموسيقي كما حاولنا في بحثنا الميداني الوقوف على أداء تفاصيل مجتمع المنطقة وميزات رقصهم وأسليب عزفهم عن طريق تعيش معهم وكلما تقدمنا في البحث كلما اكتشفنا مدات الشعب لإشكاليات المتعلقة بالموضوع ومدات راء وتناقض المعلومات التي كنا نجمع وحيث اختلطت الأمور ولم نعد قادرين على التمييز بين المعلومات الصحيحة والخاطئة لم تنتهي هذه الضبابية في الفهم إلا بعد الانتهاء الكل من البحث الميداني وزيار جل مناطق التي تستعمل هذه الآلة ورسم الخرطة الموسيقية حاورنا في هذا العمل الميداني أكثر من 60 عازفا ومغنيا وباحثا من مناطق مختلفة بالإضافة إلى المقابلات التلقائية التي جمعتنا بعزفين خلالها عروض موسيقية إذن هذه بعض الصور للمناطق التي قمنا بزيارتها ولاية الكاف ولاية الكاف هذا الشيخ ساسي بوغاني إذن ولاية الجسرين ولاية جفصة جندوبة السواسية جارب سرقص سيدي بوزيد إذن مناطق الجزائر ولاية تبسة ولاية سوجهراس عنابة فنشلا ولاية باتنة إذن المقابلات كانت في أماكن عامة كما كانت في أماكن خاصة في منازل العزفين كما حضرنا مناسبات احتفالية كما اندمجنا مع الثقافة المحلية لمناطق التي نزورة استضافة عزفين في منزلنا وكذلك مقابل متواصلة مع العزف خميس البوغاني في منزله أو في منزلي لتعلم تقنية عزف هذه الآلة بالنسبة للجانب وبعد الانتهاء من جامع كل المعلومات المتعلقة بموضوع بحثنا قمنا بمقارنة النتائج التي توصلنا إليها وعندها فقط بدأت تتباور صورة الإشكاليات الراهنة المرتبطة بهذه الآلة وسوف نعرض في مالي بعض النتائج التي توصلنا إليها فيما يخص الرسيد الموسيقي لآلة الجاسبة شوية إذن يتميز الرسيد آلة الجاسبة باستعمال لغتين الأولى هي اللغة العربية الدرجة والثانية اللغة الأمازيغية الشوية تستعمل اللغة العربية تستعمل لغة العربية في مناطق غرب تونس وشرق الجزيرة بينما تستعمل اللغة الأمازيغية الشوية والعربية الدرجة في ولايات باتنة وأم البواقي وقنشلة ينقسم الرسيد الموسيقي المغنى باللغة العربية إلى طوالب لها أسماء معينة مثل قلب الاملالية وقلب المطلع وقلب الترج ومعزوفات موسيقية مثل ترج السيد وترج الخير ولا تستعمل المناطق الناتقة باللغة الامازيغية أسماء خاصة بالقوالب بل يسمى كل أثر موسيقي باسمه يمكن أن تتعدد الأسماء المتعلقة بنفس الأثر الموسيقي يسمى لحن الملالية نسبة إلى عرش مثلا الذي اشتهر بغنائه فنجد مثلا أثر الموسيقين بعنوان املالية محفوظية والتي تعود لعرش أولاد محفوظ كما نجد أثرا آخر مختلفا تماما يحمل نفس الاسم يمكن أن تتعدد الألحان والإيقاعات التي تحمل نفس الاسم غياب ظاهرة الارتجال وهذا ما ضعمهم غياب ظاهرة الارتجال في الرصيد الغنائي والآلي لهذه الآلة في المناطق الجزائرية مع مروضها بوضوح في المناطق التونسية أثرا بآلة المزود والزغرة التي تستعمل بكثرة الارتجالات في الرصيد المتبكت بها يمكن أن يتم تصوير نفس الأثر الموسيقي على ثلاثة درجات كما من الممكن تتغير أبعاد سلالينها عند عملية التصوير ومن الملاحظ أن هذا يعد أمرا عاديا بالنسبة للعزف والمغني حيث يتأقلموا هذا الأخير مع السلم الجديد بطريقة طبيعية دون طرح هذا الموضوع وهنا تظهر أهمية العنصر الثقافي في فهم طبيعة الممارسة الموسيقية حيث يعتبر هذا الموضوع إشكالا بالنسبة لنا كمحلين موسيقيين لكن ممارسي هذا النوع الموسيقي يعتمدون التصوير الموسيقي حسب وضعية عزف الآلة وليس حسب تركيبة المسافات المكونة في سلم الأغنية بمعنى آخر فإنه من الممكن أن تكون لنفس الأغنية بعض الاختلافات في تركيبة سلمها الموسيقي إذا ما تم تصويرها على درجة أخرى وما كنا لنكتشف هذه البصمة الموسيقية لهذه المناطق لو لا البحث الميداني والجانب الأنتروبولوجي الثقافي في فهم مميزات رسيد آلة الجسبة أشوية إذن لدراسة آلة الجسبة الشوية أورجانولوجين انتقلنا إلى الجانب الأورجانولوجي الآن لدراسة آلة الجسبة الشوية أورجانولوجين انتقلنا على عدد كتب بتصنيف الآلات الموسيقية ثم استعانا بنصائح الكاتبة جونيوغيف دورنون في عملية وصف وترتيب المعلومات المتعلقة بالآلة وقد دونت هذه النصائح في كتاب دليل لجمع الموسيقى والآلات الموسيقية التقليدية وقد كانت عملية التصنيف بعد الانتهاء الفعلي من الأعمال الميداني وعملية جمع نماذج عديدة للآلة من مناطق مختلفة ثم معاينتها والترثيق كل المعلومات الخاصة بكل آلة ونعرض في هذا أسياق أهم نتائج التي وصلنا إليها إذن سنعرف روما الآلة يطلق اسم الجسبة الشوية على نوع من آلات نفخ مرفتوح التطرفين من عائلة المزامير المنفوخ فيها مباشرة دون استعمال ريشة أو غيرها من الوسائل لاستخراج السوت وتتركب الجسبة الشوية من جسبة جوفة تحمل على وجهتها ثقوب وتروح عددها من ثمانية إلى أحد عشر ثقبا وربما تعتبر آلة الجسبة الشوية الآلة الواحيدة بلما شبيهاتها التي لها هذا العدد الكبير من الثقوب يستعملوا العازف ستة ثقوب بينما تبقى بقوط ثقوب مفتوحة أو يبرقوا بعضها بشمع النحل في حالة عدم توفر الشمع يستعملوا حديثا ثلسال لسرعة التحكم فيه إلا أنه معرض الضعوبان عند شدة الحرارة تتميز الآلة تتميز الآلة الجسبة الشوية عن الأنواع الأخرى من الآلة الجسبة الموجودة في شمال إفريقيا باستعمال ثقوب كبيرة وأخرى صغيرة بطريق تحصى لوضع الأصابع تستعمل فيها أصابع متباعدة من الأسفل وأصابع متقاربة من الأعلى سوف أمر ما زال مطول هذا الشرح يمكنه لإطلاع على أطروح الدكتوراه بالمعضة عن الموسيقى بتونس لأن الوقت غير يسمع إذن هذه صورة للآلة إذن نتعرف عن الآلة من هذه نماذج من آلة الجسبة من أماكن مختلفة يعني من الجزائر إذن استعمال الشمع هذا اسم الشمع يفتح وغلق الثقوب إذن الشمع مهمته هو التسوير كل ما يسكر كل ما نغلق الثقوبا يعني ننزل في الطمق هاي نفتح الثقوب يعني هذا بعض طبعو نسمع نعاسف شوية رغم اللي مانيش عندي برشا مع ذات شمع اللي خاص بش نعاسف شوية نسمع لطانبو نسمع وبعد موسيقى موسيقى إذن الجرس الآلة أوه سنتحدث عن هذا الجرس سوطين في ن واحد سوف يتطيع درجة الأساس والخماسية إذن هذه صورة للآلة مناطق أنتشار هذه الآلة تنتشر الآلة بكثرة في مناطق الأوراس والمناطق المجاور لها كما يمتد استعمالها في غرب باتنا إلى غرب البلاد التونسية من شمال منطقة الأوراس عنابة حتى حدود بسكرا إذن هذه الخريطة يمكن مشاهدة مجال انتشار هذه الآلة يعني هذه الخريطة تقريبية ربما أكثر منها ببعض الكيلومترات فقط في هذه المساحة ليس هناك استعمال تماما لهذا النوع من الآلة إذن الثقافة الموسيقية تستعمل في تلك المنطقة الآلة الجسبة الشوية تستعمل إلا في تلك المناطق تستعمل الآلة الجسبة الشوية في منطقتين أحدهما ناطقا باللغة الأمازيغية الشوية في ناطقة بالعربية الدرجة المناطق ناطقة بالشوية هما خنش لأم البواقي وبقية المناطق في شرق الجزيرة وغرب تونسي ناطقة بالعربية الدرجة نواصل إذن خلنا بتدوين طريقة الصنع بداية من قطع القصبة تفقنا عدة صنعي لآلة الجسبة لنفهم جيدا كيفية تنظيف الآلة وكيفية صنعها إلى آخر كل تفاصيل كما قلت هي موجودة في الأطروح حالذا سأمر بسرعة الآن ننتقل إلى دور الجانب التكنولوجي والآكوستيكي في فهم هذه الاشكاليات المتعلقة بالآلة إذن لفهم بعض التقنيات الصعبة أستعنى بالبرمجيات الحديثة بعد القيام بتسجيلات فيديو وركزنا بها على أصابع العازف وطريقة النفخ من بين هذه البرمجيات نتكلم واندوز ميديا وفلسي الذي يمكننا من تخفيض سرعة الفيديو حتى نقدر على ملاحظة التقنيات السريعة التي لا يمكن فهمها بسرعة العادية للتسجيل من بين هذه التقنيات نتكلم تقدير درجتين موسيقيتين من نفس الثقب وذلك بتنقيس وزيادة في ضغط الهواء كما نذكر تقنية النبر التي يمكن ملاحظتها بالدقة والانتباه إلى أهميتها في جعل اللحن يتبس إيقاعاً مصاحباً فتعطي هذه المبارات للحن توقيع أن يشوي توقيع التصفيق نمر إذن دور البرمجيات الحديثة في تحليل الجرس الآلة هذا المهم إذن يرى الباحث محمد سيفال ابن عبد الرزاق أن التكنولوجيا الحديثة قد مكنتنا من مزيد تعميق الدراسات المهتمة بالآلات موسيقية حيث أصبح بالإمكان القيام بقياسات دقيقة لمختلف مكونات السوت الذي تزرعه الآلة الموسيقية والحصول على تحليل دقيقة لخصوصياتها إذن نمر مباشرة يعتبر الجرس المقياس نشير ديريكت للجرس إذن نشاهد طيف الآلة هذا هو جرس الآلة في النفخ الأولى الخطوط هي توافقات كمية هوا كبيرة كمية هوا صغيرة ننتقل إلى هنا بالملاحظ التوافقات الهرمونية وصوت الهواء المستدون بحافة القصبة هنا توافق حالة القصبة باستعمال كمية هوا كبيرة جرس الآلة في النفخة الثالثة إذن نشاهده هنا هذا هي المهم هذه الكامت هذه الخماسية الديوان الدرجة ذي كصوت الارتكاز هذه الخماسية نشاهده كيف النفخة الأولى النفخة الثانية والنفخة الثالثة والنفخة يعني تبقى الأولى تبقى الثانية تبقى الثالثة هنا باش نشاهده التكنيكة اللي بكري عزفتها اللي تعاصفوا القرار الأساسي وكانت متاحه نشوفه ثم ثلاثة يعني اصطر ثلاثة اصطر هي الصوت الرئيسي والديوان وخماسية الديوان في نفس الوقت لذلك نستمع الى درجة طيب الناس معه درجتين الطونيك والكانت اذا هذه التقنية اللي ركازت عليها حبيت نفهمها دور البرمجة الحديث في استخراج الان تردد درجات الالة لتحليل تردد درجات الالة قمنا باستخدام برنامج برات لاستخراج كل درجة من درجات الالة الجاسبة يمكن هنا ان نلاحظ تردد درجات المستعملة مثلا في اغنية غيم العشوة الدرجات بالتردد كل درجة شنو التردد متاعها بعد توظيف علم الاكو سيك في استخراج سنالم الالة بعد ما نستخرج الدرجات الموسيقية قمنا بحيسات المسافات الفاصلة بين هذه الدرجات. إذن بعد تخرج كل درجات قمنا بالبحث عن الفرق بين المسافات بحساب السمت ليسهل على القارة فهم الفروق وبالك بتباع القاعدة التالية إذن يمكن هنا ملاحظة هذا سلم من سلم أغنية غيم العشوة. نشوفه الأبعاد كيفاش بين 117 سمت ثم نلقاه 322 سمت ثم نلقاه 174 117 السلم التقريبي بحساب التنيني المعدل 5.8.5.3 4.5.2 تركيبة السلم وبهذا الطريقة تكون المسافات المستعملة في الأغنية واضحة ونصبح قادرين على مقارنة هذه النتيجة بسلم المعدل لفهم خصوصي تركيبة هذا السلم في فيطئم هذا الترح إذن نعود إلى تأكيد على الدور البارز لتدخل الاختصاصات في تسهيل عام لتفهم الاشكالية الموسيقية كما نرى هنا أن البحث في مجال الموسيقولوجيا يخرج من سيمة الموسيقية ضيقة للتسمى بالشمولية المرتبطة بعلوم أخرى تقدم في تشبكها فرصة لصبر أغوار أدق ملامح الممارسة الموسيقية في ارتباطها الوثيق بانتروبولوجيا الإنسان شكرا شكرا أستاذ سيف على هذه المداخلة الثارية والمتميزة في علاقة بدراستك لهذه الآلة الخاصة جدا الحقيقة واكتشاف أساسيات يعني الخصوصيات الأورغانولوجية والأكوستيك والأبعاد الثقافية والجغرافية لهذه لهذا يعني نجمع قوله الرصيد كامل يتفاعل مع هذه الآلة وفما فما لاحظت أنه قلت أنه فما استعمال لغتين في الرصيد الغنائي المرتبط بهذه الآلة الدرجة واللغة اللامزيغية اللامزيغية واللي الرصيد الغنائي المتعلق بهذه الآلة كيف قلت ينقسم إلى عدة أشكال وقوالب متعدة إذن قمت بوصف أورغانولوجي يعني شامل نعتبروه ومتميز لحقيقة ونتبين من خلال طرح العام لهذه لهذه يعني الآلة أنه هناك فرق بين الحدود الجيو بوليتيك والحدود الثقافية وفي علاقة بالرصيد الغنائي والثقافة والإثنولوجي كساتيغا الصورة اللي قدمتها لفريط التونس والجزائر وبيانت لنا يعني هناك اتحاد معين خارطة ثقافية وخارطة ثقافية تختلفة الثقافة السياسية ترتبط إذن بالرصيد الغنائي والموسيقي بصفة عامة نشكر مرة أخرى على هذه المداخلة ثم نمر مباشرة إلى آخر آخر مداخلة في هذه في هذه الحسة الخامسة وهي مداخلة إذن عيشة خلفاوي بحيثة في العلم الموسيقية المادرالي الموسيقى في تونس ويسا تقدم بحثة أو مداخلة برانوين لفرطة 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 ثقافية لفرطة 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 رائشة et voilà vous avez la parole Merci Monsieur le Président bonjour à tous donc dans cette intervention il s'agit de présenter l'approche socio-anthropologique de la musique et ses vertu sur la musicologie la musique n'étant pas un simple combinatoire des sons mais elle est aussi un projet esthétique en tant que composition permet de revisiter l'histoire grâce à ses spécificités la musique ouvre ainsi des perspectives constructives comparatistes en s'attachant à l'environnement culturel la musique est d'abord action comme dit Stéphane Blain inscrite dans le temps elle ne peut se réduire à de simples formes existantes en dehors de leur contexte de production et de transmission en reprenant le terme de Mira et fin la musique crée non seulement l'espace rituel mais elle fait aussi parler de les divinités en leur attribuant les propriétés sonores quand alors toutes les cultures du monde partagent le même phénomène disons que c'est génétique mais c'est aussi de l'acquis conditionné par les facteurs externes à la musique même le culturel l'historique le social interviennent activement dans la genèse du sens et de la signification de l'expression musicale au vu de tout cela il paraît légitime d'admettre que la musique est un fait social et culturel par excellence dans la mesure où on est le produit par référence à Black Inc si l'analyse formelle de la musique ne commence pas par une analyse de la situation sociale qui a engendré la musique elle n'a pas de sens fait écho parallèlement à la difficulté de parler de la musique et de la qualifier la crainte même de l'appréhender qu'évoque bien souvent ceux qui s'apprécient comme un spécialiste la musique c'est aussi ce refrain qui nous accompagne au quotidien un air une chanson où tout le monde ou presque l'entend chaque jour en discute avec d'autres souvent L'on me l'innoe dans son oeuvre le singe musical explique l'infinitude de renvois qui constituent le fait musical en fait social total et en musique avec la construction de systèmes symboliques sonores susceptibles de renvoyer à tous les domaines de l'expérience la musique est bien un fait anthropologique total cette infinitude explique également qu'il ne serait y avoir de musique pure que celle-ci est toujours un mix multidimensionnel et que son étude doit inévitablement repartir de cette prémisse car si la musique n'existe pas il ne peut y avoir une théorie qui en rend totalement compte pas plus qu'il ne peut y avoir d'analyse qui couvre l'ensemble des aspects d'un fait musical Jean-Jacques souligne que la musicologie doit s'intéresser à toutes les formes possibles de musique elle se préoccupe de ce qu'on peut appeler les stratégies ou les conduites qui produisent la musique ou qui sont déclenchées par elle on pourra parler de l'anthropologie musicale lorsqu'il s'agira d'analyser les régularités culturelles et sociales au sein desquelles la musique prend place la nature hétérogène d'une discipline s'explique par la tension que l'on porte aux relations qui s'établissent entre les contraintes culturelles et sociales sociologie et anthropologie de la musique d'une part l'éco-sémiologique de la musique et la langue de l'autre il existe une notion clé rattachée à l'approche socio-anthropologique je m'excuse il existe une notion clé rattachée à l'approche socio-anthropologique qui a été évoquée par nombre de chercheurs celle de miroir qui demeure exclusivement ethno-musicologique inventée en vue de mettre en évidence ce dialogue indubitable et incessant entre la musique et la société le sens de miroir se résume dans les termes d'Alain Daré le social est en effet au cœur des processus de production et de réception du musical il en détermine largement le développement fonction signification dans un jeu de miroir permanent le musical réfléchi exprime l'espace social qu'il investit à son tour en lui resufflant de nouveaux sens bien culturel générateur de pratiques culturelles l'objet musical n'est pas de l'ordre du donné mais du construit la socio-anthropologie de la musique cette approche composée qui entretient un lien entre deux disciplines a priori disparate cette démarche originale à la croisée interdisciplinaire est inscrite dans les réflexions d'actualité du domaine musicologique la conjonction entre la sociologie et l'anthropologie en rapport avec le fait musical mène à creuser dans le champ de l'ethnie musicologie une discipline qui se consacre à l'analyse du discours et des comportements musicaux tout en prenant en considération l'environnement culturel et le contexte socio-religieux qui la détermine selon Simaharan ethnie musicologie et anthropologie musicale devaient s'efforcer de répandre deux questions suivantes quelle est la place qui dans une société donnée revient à tout ce qui gravite autour de la musique deuxième question comment aborder les corpus musicaux dans le cadre de la musicologie le travail des ethnie musicologues paraît essentiel la description des musiques de tradition orale nécessite souvent l'élaboration d'un métalangage et d'outils conceptuels originaux nécessite bien évidemment un programme complexe mais de l'intérêt pour l'interaction entre musique société et culture c'est donc non seulement l'inventaire du patrimoine musical de l'humanité qui s'accroît ainsi mais c'est encore le concept même de musicologie qui prend de nouveaux contours citation les tentatives pour comprendre la musique comme phénomène social se sont avérées problématiques d'où les premiers travaux dans cet égard sont venus de la sociologie par Max Weber était de radeur nouveau puis de nouveaux développements d'importance se sont produits surtout dans le secteur de la musique populaire et petit à petit la sociologie de la musique est devenue l'objet de recherches interdisciplinaires pour conclure la musique ne peut plus être considérée comme un phénomène inerte aux fins d'une culture une pratique seconde ou un produit dérivé en quelque sorte elle est socialement décisive et psychologiquement active merci pour votre votre attention merci pour votre intervention vous avez entretenu un travail qui a abordé le rapport entre la musique et l'anthropologie la culture la société et vous avez vous êtes appuyé sur plusieurs références en le domaine comme Alain Daré Sima Arom Jean-Jacques Nathier Stéphane Blou et bien d'autres Dédard Adorno Miriam aussi vous avez évoqué les stratégies les conduites qui ont été développées par Jean-Jacques Nathier bien évidemment les contraintes les contraintes sociales et culturelles dans notre appréhension ou compréhension du fait musical qui est finalement un fait musical total pour reprendre Marcel Moss et Jean Molinot voilà vous avez également mis le point sur le phénomène du jeu de miroir qui a été développé également par je pense Myriam le jeu de miroir c'est un rapport direct et dialectique avec la société et la culture la conjonction entre l'anthropologie et la sociologie tous en interrelation avec la musique et la musicologie c'est un champ de recherche très intéressant encore en acuité dans le domaine des sciences humaines en général vous avez bien expliqué les vertus de cette de ces approches de ces approches mixtes je vous félicite et voilà donc tous mes remerciements à tous les intervenants de cette cinquième séance j'espère que les interventions ont été fructueuses et ont abordé plusieurs dimensions de notre fait musical qui fait l'objet de nos de nos interrogations et nos études voilà donc on passe directement au débat voilà il est ouvert donc chacun d'entre vous voulez poser des questions à nos chers conférenciers la séance évoque les disciplines c'est l'anthropologie dont on est avec l'homme producteur de son et culture on est aussi dans la psychologie nous sommes tous des cas psychologiques et anthropologiques alors avec la new musicologie et la sociologie anthropologique alors on est dans dans une situation où l'homme est l'essentiel dans la production musicale avec une terminologie qui appartient à la musique occidentale en évoquant la tonique et la quinte et la tierce alors nous sommes en dehors de ce projet dit anthropologique ce c'est m'offre d'être en dehors un discours surtout un discours propre au sujet de travail c'est important c'est c'est dans le de l'am l'am tu as 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 غربية ونحن التكونن على هذا الجوانب. عندما تقول خماسية في الموسيقى الشاوية القصم. أنا أقول لك ما فهميش. يعني كي تعمل المسافة. نيبا دوتونيك. نيبا دوكن. لديو صن. يعني الانتراكشيون اللي قلنا قبلها. ولاتركتبتي. تعتمام العذارة عن النبات. نحن له العديدية ليشموكي. من يوجد وإمن اعجب أن يُجب أن يجب أن تجلب في نتوارات الكثيرات المعبيرة المتحدة في التمارضة الفيلية الحكو أنه علمي مالذيك سينت ولي نجسي باكوا نحن في نترو موت نحن لدينا خصوصية موسيقية هامة برشا يجب أن تبحث على النقاط هذه لتستخرج منها نظريات نابعة من التجربة هذه وإلا نحن لنقدم برشا نحن لدينا نحن لدينا نحن لدينا الموسيكولوجي سنزارة والسنوز هوا في mieli عشر نجسي التجربة بخلوي نظرك والع بعد أمام و الأعطفق التجربة تتفن الموسيقى كل موسيقى قليل ستبع الموسيقى الكربي الموسيقى النمويophkung الم Сегодня المقاوة الى قران موسيقى ارند الغوال المسيقى المولاركة الموسيقى 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 مرحباً وطرد أن يكون كل شيء في مقرابات، سيكولوجيا، عادية، وزوجيا، ويصمت بحاجة على التهمية. سميوا كوبير، ومشكوبير، لكن وليس كوبير من السؤال التهمية، يقولوني، في سياسة المسخولوجية، ويستخدم البرماتجية، في مستخدمة المسكولوجية. voilà c'est les apports c'est la séance de l'anthropologie où l'homme avec grand H un producteur de sang comme il y est aussi un producteur de culture et merci ce sont plusieurs questionnements et si vous voulez répondre ah c'est Saif d'accord je voulais remercier tous les intervenants et j'ai une question pour Saifeddin que je connais très bien qui a une double casquette qui est musicien et musicologue et qui est un excellent musicien qui joue en fait du saxophone naï le kawala le gasba donc je suis curieux j'aimerais bien voir la thèse je ne l'ai pas encore consulté je suis tout à fait d'accord avec si Samir concernant bon la quinte tout de même on peut par exemple un salel musiquien est-ce qu'on on a le hadith un salel musiquien c'est des échelles musicales c'est des gammes modales on a plutôt pour se dire et puis dénomination le gasba le chou il y a le chou c'est vrai qu'on a toute une région normalement un travail de terrain donc on a plus de tafsir mais en fait c'est le même instrument sachant que la région c'est un peu la même sonorité le thème donc c'est pas la même la même flûte في أننا القدر لكي صحيح الانتاج لكي تحكي لهم خاصة عن تحكي كامل في أنشاء تحكي كامل سوف المتاعج التحكي لإلينا تحكي نزيدا انشاء القدرات من الانتاج لكي في اقام الاسفل أو بحكو الأطلاق في هذا المسلم مع معاملين مثلا الشخص يقومون بحث ذلك . ‫أكمل هذا ستمية مبنى كما؟ ‫شاء كثير وجود الإعجاب، ‫أكمل هذا، ‫كذلك يمكن أن تكلمون، ‫في نفسك الهجاب، ‫في نفسك الهجاب، ‫وقد كيف كانت الحدث من الضواج؟ ‫مق naiveًا الثمان. ‫قصد إنه بإمكانه شكل مبنى-لتهاء. ‫نسخم المبنى اليوم، ‫تسبب على ثميان، ‫كبرمكي. شكرا سي سيف على هذه التساؤلات اذا ادعو سي سيف اذا كان عنده بشي جاوب بالفضل. شكرا على الاسألة القيمة. بالنسبة للسي سامير النوضوع الخماسية هو تفسير للباحث الموسيقي لفهم مقصودي في التحليل. لكن عملين العزف ليس لديه هذه المفاهيم. نحن كباحثين نتعامل بهذه المصطلحات لتقريب الصورة. يعني اذا كان ما نقول لش تونيكو كانت ما تنجمش تفرني. عندك انت في الذاكرة متعك تونيكو كانت. نجمش نقول لك مصطلح اخر اللي هما ربما ربما فهموا مصطلحات خلية معنا. بالنسبة للتفسير خيارت انها تكون تونيك كانت خطر هي بالفعل كنجم نشوفها هي تونيكو كانت خطر هي الدرجات تضم المسافة الفاصلة بناتهم هي الأصوات الطبيعية معناها. لزارمونيك. معناها كد نحسب المسافة بناتهم نلقاهم كانت. بالنفخة على ذكر النفخة نفخة هي اخراج الصوت الغليض في آلات النفخة في النعي نسميهم النفخة نفخة الأولى نقوي في ضغط الهواء نلقاهم النفخة الثانية اللي تعطينا الديوان نقوي في ضغط الهواء تعطينا الكعن. في الآلات الهوائية الكل كيف 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 نعيك الجاسب الآلات اللي يعني الشبيهة بها كل نفس نفس البرانسيب. بالنسبة للسلم سي سامير زاد على المسافات. في يعني وضعت السلم التقريبي اللي بحساب التعميمي تخبر اغلب الموسيقين يستعملوا السلم المعدل. يعني بتجربة خاصة يعني كنت من نستعمل نعرف كان السلم المعدل يعني يلزمني عندي اللي هو السلم المعدل. اه 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 ارجع واحد هو نجا باي فكرة ممتازة باش اذكرت المسافات واذكرت نشوفه في الاعلى بايا ميمي. اذيك ما حكيتش عليها خطر الوقت يزرب. بايا ميمي هي بنصر يد يمنا. اذيك هي وضعيات العزف. الجساب. عزف الجسبة يستعمل هذي تقنيات بايا ميمي. يعني اه في الاسفل اه بنصر اليد اليمنى في الاعلى تعطيها الدرجة الثانية. ونسط اليد اليمنى وسبابة اليد اليمنى مبعضهم. يعني في نفس الوقت تعطينا الدرجة اللي بعدها. بنصر اليد اليسرى ونسط اليد اليسرى. ثم الدرجات استخراج الدرجات تكون بهذه الكيفية. لكن نحن لفهم السلم خيارت اني اضع المسافات الحقيقية الفاصلة بين هذه الدرجات ثم تقريب السورة يعني خمسة كومات. هذا هي بالنسبة السؤال الاول بالنسبة للسيف السلالم. السلالم قمت بالتحليل اربع سبعين مثال. حللتهم كل الدرجات ونفس عملت نفس العملية هذية كل المسافات خرجتهم وخرجت كل السلالم المستعملة. استخرجت خمسة عشر سلم هادوما يعني ليست نهائية. لانها عنا مشكلة التصوير الموسيقي. يعني الخمسة عشر سلم هادوما يمكن ان يكونوا اكثر. طبعا انه في كل تغيير في التصوير يتغير تتغير مسافات الاغنية. اذا كل اغنية يعني يجب علينا تحليلها بذاتها. لمحاولة العزف مثلا معها عزف الجاسبة. هذيك علش عزف الجاسبة هي عزف دينا وحده. او معها عزف الجاسبة ثاني. يعني عمرنا من نلقاه قالت الجاسبة معها عزف اخر. لانه لن يفهم هذه هي الاسلالم يعني ابدا. وصارت لي التجربة عندما عزفت قالت الساكسفون مع قالت الجاسبة. يعني هنا بدأت الاشكالية مع مجموعة فريجيا مع اسيبراهيم البهلول يعني كانت التجربة. امطلقنا من من هذه الفكرة. الاشكالية عشتها. ثم حاولت نفهمها. بالنسبة للتسمية الجاسبة الشوية. علش سميناها الجاسبة الشوية. عازش فيه الجاسبة يسميوها الجاسبة الشوية. يعني في غرب تونس. يسميو عندما مجموعة. معناها فيما الجاسبة الصحراوية. اللي فيها ستة في القبل فقط. اللي نلقاها على يمين الخريطة اللي رسمتها. تحت الخريطة نلقاها الجاسبة الشوية. بالداية تنسي دبوزيد وحنا نازلين نلقاها نفس الالة. جافصة. يمين جافصة. يعني البحث الميداني قمت به يروا على تونس لكل البراسك معناها. معناها حتى المناطق اللي في الزخرة في غرب جافصة يستعمل جاسبة الشوية. 15 كيلومتر بعد جافصة يستعمل جاسبة صحراوية. يعني بينهم بعض الكيلومترات. اه ربما نقوله اللي يصلنا هو امتداد ثقافي نحن في تونس امتداد ثقافي لهذه الآلة ماذا سيد بالنسبة للتنجى الآلة أخرى عندي علي فكرة بالنسبة للتنافس الدائري تقنية التنفس الدائري هي تقنية قمت بها في رسالة الأستاذية هو على التنفس الدائري يعني رسالة الأستاذية هي على طريقة التنفس الباطني والدائري وكيف ممكن نستعمل هذه التقنية في آلة الماي وعزفت كل الدرجات التي في آلة الماي باستعمال التنفس الدائري وفي الماجستير وصلت يعني في نفسه بالنسبة للنفخ هذا وبتسيبان عاشدت تسايف على هذه الإضافات والإجابات على التساؤلات المتبعات الأخر حاجة سمحني باش نكمل سيسايف أهمية البحث هذي اللي قمت بيه توا هو في التواصل متاعه النتائج اللي اللي خذيتهم أذوما إن شاء الله ثم بحث جديد قاعد نحضر فيه هو التقنيات الغاز في آلة الماي يعني التقنيات اللي اللي استخرجتهم من آلة القاسبة باش يتوظفوا في آلة الماي باش نشوفوا إن شاء الله حاجة جديدة في القريبة إن شاء الله شكرا سيفا إذن شكرا لكل المتدخلين وشكرا لكل الحضور إذن نختم هذه الحسة هذه الجلسة العلمية الفرمسة ويعني نلتقي في الحسة الموالية مال ثلاثة كنزة ومن ثلاثة لذلك شكرا للمشاهدة بالضغطting